اهلا بكم في خلاق جديد وفيديو جديد النهاردة هنتكلم فيه عن اهم التوقعات والتحذيرات والنصائح لبرج العقرب لعام 2023 يا جماعة اخترنا برج العقرب بناء على طلب كل المشاهدين لان الناس كتير قوي طلبت برج العقرب وردي عملنا ببرج الحمل وبرج التور قلولي بتتبعوني من مدينة ايه ومن بلد ايه عشان بحب جدا اعرف الناس اللي بتتبعني بتتبعني من فيه معلش انا منكمشة كده يا جماعة شان الجو بردي جدا طيب اول حاجة عايزة اقول لبرج العرب انت عام 2022 كان عام من التقلبات في حياتك كان عام فيه احداث مسيرة كان عام فيه مشاكل مادية كان عام فيه مشاكل عطفية فما كانش يعني يوربست مع ان انت يعني ممكن يكون عدى على برج العقرب انفصال عاطفي اثر على حياتك عدى عليك احداث ما كانتش الافضل في تاريخك او الافضل بالنسبة لك يا برج العقرب فبالنسبة لبرج العرب عام 2022 ما كانش الافضل يعني كان عام مثير للمتاعب كان فيه مشاكل كان فيه عكوسات كان فيه تأخيرات حصلت لك احداث ما كانتش مثيرة بالمرة وذلك عشان طبعا احنا عارفين ان كوكب زحل كان ضغط جدا على برج العقرب كان زحل هو كوكب عن سلميل اللي هو المعلم القوي كده كان ضغط على موليد برج العقرب كان عمل لهم سترس وخاصة ان هو كان موجود في برج الدلو الهوائي فده كان تعب برج العقرب وبقاله سنتين ونص على فكرة زحل فضل في الدلو لمدة سنتين ونصف فده كان عامل ضغط عامل مشاكل عامل حوارات لبرج العقرب ممكن يكون قدى الى طلاق قدى الى انفصال قدى الى بعض قدى الى ديون قدى الى توتر علاقات مش سبتة مشاكل نفسية مشاكل عقلية فكان زحل يعني كان ضغط جدا جدا الخبر الصار يا برج العرب اللي احب ان انا ازفوه لكم هو ان اخيرا فاينلي زحل بينتقل من برج الدلو الهوائي الى برج الحوت والنقلة دي هتزبطك في حاجات كتيرة جدا النقلة دي هتخلي عندك علاقاتك افضل بكتير جدا علاقاتك العطفية هتتحسن عندك علاقاتك العائلية كمان هتتحسن والكلام ده المفروض ان الحركة دي هتحصل حركة يعني سترس كتير هتتخلص منه يبقى زحل كوكب هاسمين ممكن نقول عليه كوكب الحصوص السيئة يعني هو مش حصوصه مش حلوة خالص ده افضل خبر في حياة برج العرب في عام 2023 ده كان عمل لك سترس وعمل لك ضغطات وعمل لك مشاكل وعمل لك حوارات وعمل لك قيلة وقل وإشعة وضغط نفسي قوي جدا فبانتقال زحل هو كان في بيتك انتقاله من برج الدلو الى برج كان في بيتك الرابع اللي هو برج الدلو وباتنال لبيتك الخامس وهو برج الحوت فعلاقاتك افضل احسن حاجة هتحسن عندك علاقاتك عشان كده انا بقول ان عام 2023 بالنسبة لبرج العارب هو عام الزواج عام العلاقات العطفية القوية يعني علاقاتك العطفية المخوخة الضعيفة هتتخلص منها يعني انت عندك انفصال لو انت في علاقة سطحية علاقة مش قوية علاقة متعبة علاقة مجهدة يا برج العارب هيحصل عندك انفصال في عام 2023 فالعلاقات القوية هتترسم هيحصل تعزيز للعلاقات القوية هتترسم هيحصل لك زواج خطبة هتبقى علاقة رسمية والعلاقات الضعيفة العلاقات المخوخة انا شايفة ان هي يعني بتختفي او بتخلص او ممكن يحصل انفصال كمان شايفة ان برج العرب محتاج يركز في علاقاته العائلية علاقاتك بالأسرة علاقاتك مع أولادك يا برج العرب علاقاتك مع أهلك مع باباك مموتك فبرضو دي فرصة حلوة جدا بسبب انتقال زحل طيب اول شهرين عايثين نعديهم بقى عارفين عدي يا ليلة اول شهرين في السنة شهر جنيوري وشهر فبروري مش احسن حاجة بالنسبالك يا برج العرب ليل ان الزحل موجود فيهم ابتداءا من يعني زحل المفروض ابتداءا من يعني اول بالنسبالك 3 شهور او اول شهرين اللي هو جنيوري وفبروري ضغوطات مشاكل حوارات لسل ان الزحل عمل يضغط 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 عشان كده بحذر موليب برج العرب لو انتوا في علاقة عاطفية احذروا من الانفصال في اول شهرين في عام 2023 لو العلاقة العاطفية دي كملت اذا فهي ايه دي علاقة قوية لو انفصلت اعرف ان هي ما كانتش كويسة بالنسبالك او تعلاقة متعبة او علاقة كده هتجهدك والحمد لله ان هي خلصة فما تزعلوش احنا اليوم اللي بالنسبالك اللي اعتبر يوم مميز هو يوم 7-3 اللي هو 7 مارس لان زحل هيتحرك من برج الدلو الى برج هتنقل من برج الدلو الى برج الحوط الصديق ليك طيب الحاجة التانية يبقى شهر بالنسبالكو مارس اوكي وشهر ونهاية فبراير يعني نهاية فبراير عندكو فرص عاطفية حلوة جدا عندكو فرص الارتباط قوية جدا يعني مارس ده من احسن شهور بالنسبالك يا برج العقرب يعني اعتبر مارس من يوم 7 مارس من افضل شهورك عندك طاقة حلوة لو عندك حاجة مهمة عايز تعملها عندك علاقة عايز ترسمها فهو الفترة دي هي فترة ترسيم علاقات قوية بالنسبالك هي فترة يعني فترة عاطفية قوية جدا جدا طيب انا عايز اقول افضل اوقات برج العقرب العاطفية من يوم 21 ليوم 22 دي فترة عاطفية قوية من يوم 17-3-11-4 من يوم 22-4-12-5 من يوم 9 اكتوبر ليوم 8 نوفمبر من يوم 4 ديسمبر ليوم 29 ديسمبر دي الافضل ليك في العاطفة والارتباط والمشاعر الافضل في العمل الوقت ده it's good opportunities بالنسبالك في العمل يا برج العقرب من 19 فبراير ل21 ابريل من 22 جون لحد 22 اوجست من 15 سبتمبر لخمسة اكتوبر من 22 عشرة اللي هو اكتوبر لحد 10 نوفمبر وفترة دي فيها تغييرات جزرية كتيرة جدا في حياتك ومن يوم 10 نوفمبر ليوم 13 ديسمبر طيب برضو بحذر موليد برج العقرب في احتمال جبير جدا يحصل انفصال لعلاقة عاطفية او انفصال لعلاقة حب او طلاق او ده معناها ان العلاقة دي مش علاقة كويسة وان ده افضل يعني لو حصل كده يا برج العقرب فده المصلحتك مش عايزاكوا تكونوا مدائقين مش عايزاكوا تكونوا زعلانين مش عايزاكوا يعني دي تبقى علاقة مخوخة طيب انا شايفة الناس اللي علاقتهم علاقات قوية هيحصل تطور في العلاقة هيحصل ترسيم في العلاقة هيحصل زواج زي ما قلت برج العرب هم الابراج الاكثر حظا في العاطفة انت العاطفة عندك مميزة جدا جدا طيب انا السنة دي هيوقف جنبك ناس كتير او شايفة ان عندك اوبرتونيتي انت ممكن تحتاج دعم من اصدقائك واصدقائك الحقيقيين يا برج العرب هم اللي هيسابورتي وهم اللي هيقفوا جمك هم اللي هيدعموك فهي سنة العزاب عندكو فرصة حلوة جدا للزواج زي ما قلت للزواج فرصة حلوة جدا نبدأ بقى تحضروا انت بقى برج العقرب من يوم 17 مايو يعني شهر مايو بالنسبة لك هو شهر مش حلو جدا لبرج العرب لأسباب كتيرة جدا طول عمري بعتبر ان شهر مايو شهر كبيس لموليد برج العقرب لان شهر مايو الشمس بتكون موجودة في برج التور وده البرج المقابل ليك في الدائرة الفلكية فهو وقت توقيت معاكس ودايما من أسوأ شهور دايما السنة لدى برج العقرب غالبا وأبدا هو شهر مايو فشهر مايو احذر طلاق احذر انفصال احذر خلافات عائلية احذر مشاكل عائلية احذر تقلبات في العامل تأخرات عكوسات والحاجة التانية برضو من يوم 17 مايو المشتري هتنقل من برج الحمل إلى برج التور فده كمان برج معاكس ليك في الدائرة الفلكية وموجود في مواجهتك فهو برج بيعمل لك تقلبات بيعمل لك شعور بالعدم مش حاسس بالراحة النفسية حاسس ان انت عارف مضغوط حاسس ان انت قلقان حاسس ان انت متوتر مشوش فخلوا بالكوا جدا جدا من الفترة دي خلي بالك على صحتك شهر مايو عايزاكوا بقى عارفين تصفعوا تلبسوا كده حزام الأمان تشدوا حزام الأمان وتركزوا ان انتوا تعدوا الشهر ده بسلام وأمان من غير مشاكل من غير حوارات من غير عكسات مش عايزة مش عايزة اللي هو ما تدخلوش في صراعات خلي بالكوا من الغضب السريع التصرع الهوجائية يعني الفترة دي مش أفضل فتراتك ممكن يحصل لك عندك مشاكل مع العيلة خلي بالكوا في علاقاتك العائلية أنا محتاجة برج العرب يركز على الأولاد يركز على العيلة يركز على الأب والأم بس أنا شايفة ان السنة دي يا جماعة بجبت هي سنة تحرر سنة لازم تحضر فيها يا برج العرب وسنة فيها علاقات عاطفية بتتوج وسنة فيها تغييرات إيجابية يعني عندك تغييرات أو تغييرات جزرية في حياتك يا برج العرب طيب السنة دي هتكتشف فيها حقيقة الناس كأن كده فيه قناع بيسقط عن ناس كتير هتكتشف مين بيحبك بجد هتكتشف مين بيستغلك بجد هتكتشف العلاقات الحقيقية في حياتك هتكتشف العلاقات المزيفة هتكتشف مين بيجدب عليك مين بيستغلك مين بياخب منك ومين بيعمل لك مقالب مين الشخص المزيف في حياتك طيب النصيحة اللي عايزة أقولها البرج العرب بلاش تصرع بلاش هوجائية بلاش اللي هو بلاش عدوات بلاش خلافات كتيرة أنا شايفة بند العيلة برضو أنا قلت لها خمس مرات بند العيلة مهمة جدا جدا في حياتك أنا شايفة كمان عندكم امتقال تغييرات الجذرية في العمل أو في العطفة يا إما تنتقل من عمل لعمل ممكن تسيب شغلك ممكن تغير شغلك ممكن تغير مكان إقامتك عندكم تغيير شامل أو تغيير جذري في العمل وفي البيت وفي الحب والمشاعر أنا شايفة أن برج العرب عندهم فرصة كبيرة جدا أنتم تعملوا شفت كرير تغيروا شغلك يعني لأن أنا شايفة أن أورنس هو كوكب التغييرات وليه تأثيرات كتيرة جدا جدا عندك في بيت الشراكات أي شراكات عطفية شراكات عملية شراكات عائلية في أي شراكات عندك فيها تغيير برضو هيبقى روحانياتك أقوى عندك قدرة أو بصيرة أقوى برج العرب هو برج العرب على فكرة على طول عنده بصيرة على طول عنده روحانيات قوية فإن كوكب نبتم هو الكوكب المسؤول عن الأحلام عن البصيرة عن الروحانيات عن علم الغيب فده برضو بيديك باور كويس عايزاكوا تحذروا من الأوهام يا برج العقرب حذروا من أنتوا تعملوا من الحبق قبة أنتوا تكبروا الحوارات أي حاجة يعني حذروا من هذه الأمور وعايزة حذر برج العرب أن إنت لو انفصلت أو خذلت في علاقة عاطفية فإن إنت ده ربنا بيعملها كده علشان تنتقل لشيء أفضل علشان تنتقل لشيء أحسن بالنسبالك طيب من أحسن أوقاتك برضو بالنسبالك شهر من أواخر جون من أواخر جون لأواخر جولاي دي فترة براميسين جدا فترة حلوة جدا بالنسبالك فترة فيها ريلاكسيشن فيها هدود دي فترة يعني مشجعة جدا بالنسبالك من افضل الاوقات بالنسبة لك للزواج هو من نهايات شهر اكتوبر لحد نهاية السنة يعني من اول مثلا 23 اكتوبر لنهاية السنة عندكم فرصة للزواج او صلحة او رجوع لعلاقة قديمة شهر من برضو من نهايات اغسطس لنهايات سبتمبر عندكم نجاحات انفراجات صلح علاقة عاطفية جديدة جواز برضو هي فترة حلوة جدا يعني برضو في شهر 3 و 2 عندكم زي ما قلت 3 و 2 او شهر 3 و 2 و 4 دي فترة زواج او قصة حب جديدة او شخص بيعترف لك بحب جديد برضو من الاوقات اللازم تاخد بالكو زي ما قلت شهر يناير وشهر فبراير احضر احضر يا برج العقرب خلي بالك زحل عملك عكوسات يعني بصراحة العقرب مش بيبدي سنة قوية يعني انت عدي شهر واحد يناير وعدي شهر فبراير ومع دخول من شهر عمارس انطلق اوكي واحضر جدا على صحتك في شهر ابريل وشهر مايو وكمان شهر سبتمبر وشهر اكتوبر يعني التوقيتات اللازم تخلي بالك فيها على صحتك طيب من اول زي ما قلنا سبعة مارس يعني انت بنزواج شهر مارس ده شهر بقى للحب الحب الشوق الشوق لان الضغوطات بتتشارمن عليك والتوتر ايه تاني يا جماعة مارس وابريل مارس وابريل افضل شهورك اسوأ شهر عندك شهر مايو شهور الزواج من شهر اكتوبر لحد اخر السنة عندك اهداف بتتحقق في مارس وابريل يعني هي افضل فترة انت حاس فيها بكريزما حاس ان كل حاجة بتعايزها بتحصل عندك علاقة بتتمم عندك رجوع لشخص من الماضي لا عايز ترجع لمن شخص من الماضي فهي يعني من الفترات الحاسمة بالنسبة لك انا شايفة ان انت محتاج يا برج العرب ان انت تركز السنة الجاية ركز على العمل طور من امكانياتك يشتغل على نفسك فكر في افكار جديدة وشهر زي ما قلت شهر مارس هو الافضل عاطفيا بالنسبة لك علاقة جديدة عندك فرص حلوة جدا في العلاقات طيب عندك برضو الفترة لازم تحظروا فيها نهاية ابريل لنهاية يونيو فترة خلي بالكم منها يا برج العقرب فترة مش فيها عكوسات فيها تأخيرات فيها خلافات فيها خناقات وكمان من اواخر من اواخر اغسطس لأواخر سبتمبر احذروا من الخلافات واحذروا من المشاكل بتمنى لكم السعادة يا برج العرب بس انا زي ما قلت ان هو عام بالنسبة لكم عام عام الحب يعني عامل السعادة انتو مش من الابراج الاكثر حظا في المال ممكن او مش ابراج الاكثر حظا في المال بس انتو من الابراج الاكثر حظا في العاطفة والحب والزواج والارتباط واي عقود جديدة يا برج العرب بشكركم وان شاء الله نتكلم بتفاصيل اكتر استنوا فيديوهات تانية اولوا يتحبوا نتكلم عن ابراج ايه لالفين تلاتة وعشرين هديكو اوبشنز برج العزراء برج الحمل برج الميزان اختاروا واحد من التلاتة دولار باتمنى لكم السعادة يا برج العرب لان انتو برج قوي برج شخصيته قوية برج بيستحمل اه واتمنى لكم ان شاء الله عام سعيد وان انتو تخطوا ان الحمد لله عديتو الفين تلاتة وعشرين بسلام اتمنى ان شاء الله ان هو يبقى عام من الفرح وعام من السعادة تانكيو باي مع السلامة